علاقات متميزة تجمع بين مصر والبرازيل على مختلف الأصعادات السياسية والاقتصادية يتشارك البلدان في العديد من الرؤى وودهات النظر إذا عدد من القضايا والمزيد تطلعنا عليه أزميل سارة نبيب في العرض المعلومات التالية أهلا بحضراتكم تتسم العلاقات المصرية البرازيلية بالإيجابية والتعاون في ضوء التنصيق المتواصل ارتباطا بقضايا هامة منها نزع السلاح ومنع الانتشار وتشترك مصر مع البرازيل في عضوية مجموعة تحالف الأجندة الجديدة لنزع أسلحة الدمار الشامل فضلا عن تطابق كهات النظر حول الأهداف المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب تأييد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة انعكس التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بشكل مباشر في تبادل تأييد مرشح الدولتين لعضوية المنظمات الدولية واللجانة المتخصصة في تلك المنظمات ومنها تأييد البرازيل للترشيح المصري لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنبطقة عن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للفترة من 2009 وحتى 2011 كما أيادت البرازيل المرشح المصري لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذلك من خلال الانتخابات التي أجريت بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في عام 2008 أما على الصعيد الاقتصادي تتسم العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل بالتميز والتنوع حيث تعتبر البرازيل الشريكة التجارية الأول لمصر في أمريكا الجنوبية وتحتل مصر المركز الثالث في الشراكة التجارية للبرازيل في القارة الإفريقية كما تعد مصر ثاني أكبر مستورد للحوم البرازيلية على مستوى العالم وشهدت العلاقات مؤخرا زخما في الاتفاقات التجارية بين مصر والدول اللاتينية على رأسها البرازيل فقد وقعت مصر على اتفاق التجارة الحرة فيما بينها وبين دول المركزور وهي البرازيل والأرجنتين وأرغوي وبارغوي عام 2010 وقد دخلت اتفاقية حيز التنفيذ عام 2017 وكنتيجة لتفعيل الاتفاقية فقد مني حتى 47% من الصادرات المصرية لدول المجموعة إعفاء من الرسوم الجمركية ما ساعد في فتح السوق اللاتيني أمام المنتجات المصرية كما ساهم كذلك في خفض تكلفة الواردات المصرية من القارة اللاتينية والتي يأتي على رأسها الحوم وزيت السوية وبالأرقام تتصدر البرازيل قائمة الموردين لمصر بقيمة مليار ومئة وستين مليون دولار خلال السابعة أشهر الأولى من عام 2021 هذا وكانت مصر ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة العربية لكن بفضل تنامي العلاقات الثنائية تقدمت مصر لتصبح الشريكة التجارية الأول للبرازيل بين الدول العربية بحجم تجارة يقترب من مليارين وستمائة مليون دولار شكرا